عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني للوقوف أمام الأوضاع الرهنة في البلاد ومناقشة تقرير المقدم للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات بمختلف القطاعات وفي الاجتماع جرى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلبا على حياة المواطنين كما وقف الاجتماع أمام التطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية ومنها الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الثلاثة التي تحافظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري كما استعرضت هيئة رئاسة المجلس تقرير اللاجنة للبرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول مؤثير من مخالفات في القطاعات الكهرباء النفط والاتصالات والجوانب المالية ما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب ووجهت الهيئة رسالة إلى الحكومة بالتصحيح الاختلالات التي ضمنها التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوع من تاريخه